ويعطيك ألف عافية وحياك الله في هذا الفيديو اللي راح نتكلم بشكل خاص عن نظام التسويق بالعمولة الخاص بعليكسبريس نتكلم عن عبر افريو وعن البرنامج شوي ولا تدري؟ تعال 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 اواريك انا وشف اتكلم عنه من الاخر حلو؟ شفي عزيزي الطريقة كالتالي خلا بسوي على قولتهم زوم عشان نشوف كلنا اللي قاعد يصير أول شيء يا عزيزي رح نعرف في هذا الفيديو كم متوسط العمولات المعروضة من علي إكسبرس بعدها يا طويل العمر رح أعلمك كيف تسجل كمسوق لعلي إكسبرس وبعدها رح أعلمك كيف تضيف حسابك البنكي لسحب الأرباح وبتكلم عن أشياء كثيرة في سحب الأرباح لذلك ركز معي وطريقة استخراج الرابط الخاصة بك كمسوق من العمولة لعلي إكسبرس فبنمشي على هذه الأشياء أربعة كلها رح نمشي عليها حبا حبا وبعدها إن شاء الله رح نتكلم طيب خلينا نبدأ بعول شيء اللي هو كم متوسط عمولات علي إكسبرس لقيت هذا الموقع الرهيب اللي حاط العمولات حق علي إكسبرس وبحط الرابط حق الصورة هذه تحت الفيديو فطبعا علي إكسبرس يقول لك أي شيء لح علاقة في الجوالات والموبايل فونز رح يعطيك ثلاثة بالمية كبيوترز ثلاثة بالمية تابلت ثلاثة بالمية إلي أن نوصل للإكسسوريز أوكي مثل الشواحن والشواحن والأشياء اللي زي كده 9% إنترنل إكسسوريز 9% بس طبعا لا تعتمد على هذه الصورة كشكل أساسي للعمولات رح أعلمك كيف تقدر تدخل عن طريق البرنامج حق علي إكسبرس وشوف بالضبط كم العمولة اللي رح تأخذها من كل منتج رح تسوق لها أوكي؟ فخلينا ننتبه ونركز في الطريقة الجاية الحين عرفنا كم متوسط العمولات تعال نتعرف على طريقة تسجيل كم مسوق بالعمولة لعلي إكسبرس طبعا كل اللي عليك تتوجه على portal.alexpress.com ورح تفتح لك البورتال التالية هذي زين طبعا هذه هي طريقة التسجيل الوحيدة لبرنامج علي إكسبرس طبعا في طرق أخرى لكن أنا أعتبرها هذه أفضل وأسهل طريقة للتسجيل مع علي إكسبرس فنضغط على register الآن سويت register اللي عليك تسوي تسجيل دخول بحسابك اللي موجود في علي إكسبرس إذا ما عندك حساب في علي إكسبرس كل اللي عليك أنك تتوجه هنا وتسجل بإيميل أوكي فخلينا نحط econabdella2atgmail.com وبعدها راح أفتح حساب خاص فيني تمام بعد ما فتحت الحساب الخاص فيني راح يطلب مني علي إكسبرس يا جماعة إننا نسجل في البرنامج التسويق بالعمولة الخاص فيه أول الأشياء بسيطة طبعا يا جماعة تعبي اسمك إيميلك الميديا تايب حقك طبعا أنت individual أنت كومبني أوكي والcountry حقتك أنت من وين أوكي فحنا بالنسبة لي أنا من السعودية فبحط next بعدها راح نحط بعض الweb site information أوكي اللي هي وشلون أنت راح تسوق لهم تمام راح نقول social media أوكي social media أنت إيش انفلونسر نعم وتختار أي نوع من أنواع الحسابات social media اللي أنت راح تنفذها أوكي بالنسبة لي راح حط انستجرام أوكي فبحط انترديمي مثلا كمثال وبروح على الانستجرام حق انترديمي حق الرابط حقها وبحطه في الخيار اللي موجود عندنا هنا تمام الخيار اللي هو unput URL أوكي طبعا بيسألك على الكاتيجوريز ما الكاتيجوريز حط next please fix this form ممكن لازم نكمل كل شي country أوه أوكي country فبكت بساوديا رابيا مثلا قطر كويت والي UAE United Arab والأميرت طبعا أو لا لا ما أقدر أكثر من ثلاثة أوكي فأنت سوي اللي تابي بريفيرد كاتيجوري بحط مثلا mobile automobile lights و decor مثلا أو clothes اللي تابي طبعا حط اللي أنتم تابوني يا جماعة تمام بعدها يطويل العمر رح يقول لك تكفى عطنا الرقم الجوال الخاص فيك فحط رقم الجوال أختر الواتساب وحط رقم الواتساب حقك هنا بعدها رح على الإيميل وحط إيميلك هنا واضغط send بعدها رح يحط إيميلك هنا واضغط send بعدها بيرسلولك كود على الإيميل الخاص فيك ويقولون لك حطوا الكود حقك هنا أوكي فاخنروح iconabdella3 at gmail.com فبنحط send أوكي والحين بناخذ الكود من هنا فبدخل على gmail وبنطلع من هنا وبنروح إلى iconabdella 3 ونسوي تسجيل الدخول بكل يسر وسهولة عليكس بريس قال لك هذا الverification إيميل وهذا هو الكود أوكي خلسكر هذا وهذا اكتفيت ليتر واخر عني وبروح إلى AliExpress سنرجع وهذا هو الكود وخلصنا ونروح نحط نيكس طبعا تأكدوا تحطوا رقم جوالاتكم يا جماعة أنا ما حطيت رقم الجوال لأنني ما بيحط رقم جوالي قدام الناس كلها بعدها بتحط I confirm and I would like وتحط confirm وتصبر يومين إلى ثلاثة أيام وبعدها يتفعل معك الحساب حق AliExpress الخاص فيك فبعد هذا يطول العمر رح ننتقل إلى المرحلة التالية بعدها خلال يومين فقط رح يقوم AliExpress بموافقة على الرفض طبعا بالنادرة الرفض بالنادر يعني إذا صرنت ما عبيت المعلومات اللي قب شوي وسوناها بالطريقة الصحيحة وبالطريقة اللي أنا عبيتها فعشان كذا تأكد أنك معبي معلوماتك بالطريقة الصحيحة ورتبت أمورك كلها تمام شون تعرف أنك انقبلت بعض الأحيان ترى ما يجيك إيميل أو ما تنتبه أنت للإيميل كل اللي عليك أنك تدخل على البورتل حق AliExpress أول ما تدخل على البورتل حق AliExpress وتسجل دخول إذا فتحت معك بالشكل هذا معناها أنك قبلت بال بل بالبروغرام بالعليك سبرس بروغرام إذا ما إذا ما طلعت لك بالشكل هذا ومكتوب دي كليند طلعت كلمة أي معنى مرفوض معنى أنه الابليكيشن حقك الرفض وما قبلت كمسوق بالعمولة إذا فتحت لك بطريقة هذه إذا الابليكيشن رح تطلع الصفحة هذه اللي قدامك بالضبط يعني كذا أنت مقبول تمام الآن أول ما تفتح هذه الصفحة اللي قدامك فيه أشياء جدا مهمة أول شي يا جماعة هذه هنا كل الأخبار اللي يحطونها فريق عليك سبرس يعلمون على الأشياء التحديث التحديثات الجديدة كيف وكيف الموضوع وكيف الأوضاع الجديدة مثلا هنا يقول لك هذه نيو كوميشن رولز وما نيو كوميشن زي كده إذا فيه أشياء عدلوها ولا أشياء ما عدلوها واشياء زي كده فهذه نيوز وما نيوز جدا مهمة بعدها يطويل العمر إذا تبغى تشوف ريبورت وما ريبورت على الطريق على كم جاك وكم الناس اللي دخلت وكم كليك وكم من يونيك فيزيتر هل شخص جا جديد هل ما شخص جا جديد شيئ زي كده يعني أشياء جدا رح تفيدك طبعا بالنسبة للإنكم هنا يطلع لك كم طلعت ومن مين طلعت ومن الأشياء هذي طبعا هنا كريبورت بشكل كامل هذه أشياء الكسبرس يحول لك العمولات في حال تم وصول ها إليك طبعا تدخل على Payment Center بعد ما توصل ل Payment Center رح يفتح لك شيء اسمه Woodrowz هنا طبعا هنا يا جماعة في شيء جدا مهم هنا لازم نركز عليها يقول لك علشان الكسبرس يعطيك يحول لك الفلوس لازم تجني عمولات أكثر من 16 دولار وتذكر أيضا أنه ترى عليكسبرس بياخذ 15 دولار لكل عملية سحب فمو معناها أنك وصلت 16 دولار على طول تقول عليكسبرس حول لي فلوس لا أصبر شوي أصبر شوي أصبر 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 شوي أصبر لين توصل 100 200 300 1000 دولار بعدها أطلب لأنهم بيخصمون 15 دولار قيمة التحويل بعدها يطول العمر المطلوب منك أنك تضيف المعلومات البنكية حقتك فتروح هنا بيمنت سنتر بعدين بيمنت انفرميشن لما تروح على بيمنت انفرميشن راح تطلع لك بالشكل التالي هذا هنا تروح تحط الدولة حقتك فأنا بحط هنا ساودي أريبيا بالنسبة لي بعد ما أحط ساودي وبعدها هنا تحط Swift Code Swift Code حق البنك حقك شلون تحصل على Swift Code مر على أي بنك أو تواصل معها عن طريق تويتر ويرسلون لك Swift Code الخاص فيك حقك بعدها تحط اسم البنك حقك وأخيرا الايبان وتحط Add وتصبر يومي اللي يومين تضافت بشكل أساسي هنا سيطلع لك التالي حقك وهنا ستطلع للوثروت طبعا يا جماعة ترى AliExpress ما يحول بشكل تلقائي ما يحول بشكل تلقائي أنت لازم تطلب العمولة حقتك شلون تطلبها تضغط على زر الوثروت طبعا نشوف هذا نقفل ما رح يفتح إلا إذا صار هذا الرقم 16 أي بمعنى طلعت عمولات بقدر 16 10 دولار أوكي فتوقع يا جماعة يعني الأمور حقتنا هنا لحين أتوقع إلى الآن صرنا واضحين والشغل جدا واضح والأمور طيبة تمام خلونا نرجع الآن نشوف وين وين وصلنا وصلنا يا طويل العمر إلى طريقة استخراج الرابط الخاصة بك كمسوق بالعمول اللي AliExpress فخلنا نروح إلى AliExpress نفسها بعد ما تدخل على البورتل لا تتسوي شيء كل اللي عليك رحل على AliExpress نفسها نفسها بالضبط نفسها أوكي فادخل واختر أي منتج من المنتجات اللي تعجبك خلينا نقول مثلا السماعة هذه أوكي فهذه السماعة والله أو مثلا هذا وتأفر أوكي هنا يا طويل العمر يجيك يطلع لك هذا الشيء اللي تشوفونه اللي فوق هذا ما يطلع إلا إذا سويت تسجيل دخول على البورتل أوكي إذا سويت تسجيل دخول على البورتل رح يطلع لك الكلام هذا اللي فوق يقول لك هنا يا طويل العمر سوق لهذا المنتج ورح نعطيك 8% سوق لهذا المنتج ورح نعطيك 8% رح نعطيك 11 ريال على كل عملية بيع إن أي شخص يشتري هذا المنتج من الرابط الخاص فيك رح تحصل على 11 ريال عمولة خاصة فيك هنا يا طويل العمر شون نعطيك للي عليك تضغط التكست هنا المكتوب عليها تكست تضغط الزير المكتوب عليها get link وهذا هو الرابط الخاص فيك كمسوق بالعمول طبعا يا جماعة في موكل المنتجات تعطيك 8% في منتجات ما تعطيك ولا 3% ولا تعطيك في منتجات لا تعطيك عمولة من الأساس وهذا شيء تتبعوه في بعض البائعين لا يعطيك عمولة هو لا يعطي عمولة حلو مثلا يعطيك 7% لكن العمولة هي 70 هللة فقط فتأكد انك تسوق للمنتجات الصح والطريقة الصح وبالطريقة الصح بالنسبة كيف تنجح كمسوق بالعمولة سأخليه إن شاء الله في فيديو آخر لكن هذا يا طويل العمر كل شيء تحتاج تعرفه كمسوق بالعمولة لبرنامج عليكسبريس أتمنى أن هذا الفيديو كم مفيد لا تنسى تسوي سبسكرايب للشانل لا تنسى تسوي لايك لهذا الفيديو لأنه سيساعد في أن يظهر لناس آخرين لذلك أرجوك لايك سبسكرايب وكتب أي سؤال تحت برد عليك أو أني أسوي